الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاطي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث أكد رئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبي في هذه الظروف الضخيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضي وشدد رئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بإطلاق من لبنان وغزة منوها إلا أن عدم الاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بنزلق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد بما يضع الاستقرار والسلم والإقليميين والدوليين على المحق ووجه رئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعب الشقيق مؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصائد أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر التام الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي كما أدان وزير الخارجية تصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافية الهوية مضيفا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدة الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل قام وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي بزيارة لمقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجماعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك لتفقد القطع الأثرية المصرية التي تم استردادها مؤخرا وتضمنت المجموعة عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعوني القديم والعصر البطلمي ومن بينها قناع خشبي مذهب وقدم من الجرانيت الأحمر ومزهرية مصرية من الألبستر وغيرها ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والجهات المعنية في الدولة مؤكدا الأهمية التي تولها مصر لملف استرداد الأثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية أمس أدت إلى مقتل 33 شخصا وإصابة 195 بجروح وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي كان قد شن غارة على المنطقة بين بلدتي دير عامس والبياض في القطاع الغربي بالجنوب اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل صفت الحساب باختيال الأمين العام لحزب الله حسد نصر الله في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية واتهم نتنياهو نصر الله بأنه كان مسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطن الدول الأخرى كما أكد نتنياهو أن اختيال الأمين العام لحزب الله سيسرع إعادة المحتكدين في قطاع غزة دعت إيران إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة جاء ذلك في الرسالة وجه المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمين سعيد عرفاني إلى المجلس بعد اختيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وورد في الرسالة أن إيران تحذر وبشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقارات الدبلوماسية والقنصلية وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان أدانت روسيا بشدة اختيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة جوية على ضحية بيروت الجنوبية وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها اختيال نصر الله في المنطقة وحث إسرائيل على وقف الأعمال العدائية فورا من أجل وضع حد لإغراقة الدماء استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن تواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفى نهاية مجزة ثامنة عودة لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل